السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم مواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم والجزء رقم 4 من الشابطة السادس بنتكلم عن الستاندرز بتاعت التنسيل تيس إحنا لازمنا مواصلين عن اختبار الشد طيب عندي مجموعة من الستاندرز العالمية زي ما أنا شايف نمر واحد عندي الامريكان ستاندرز فور تيستنج ماتيريز اسمه STM تاني حاجة عندي البريدش ستاندرز الستاندرز الانجليزي بعد كده عندي الدن اللي هو الجيرمان ستاندرز بعد كده عندي الجيس اللي هو الجابانيز ستاندرز بعد كده عندي الجاست اللي هو الراشن ستاندرز بعد كده عندي ناشونال ستاندرز بالحقيقة هذه الستاندرز بتحتوي ليس فقط على أبعاد العينات ولكن أيضا لظروف الاختبار لأنه الاختبار هو عبارة عن أي اختبار ميكانيك عبارة عن أي وبارة عن نوع من أنواع المحاكاة بتحصل للماتيريال بما يتعرض له في الطبيعة أنا باجأ أعرضه في المعمل عشان أقدر أختبره وأشوفه هل سيتواقم مع الأبليكيشن المطلوب منه ولا لم يتواقم